موسيقى الرئيس السيسي يواجه بضمان العودة الامنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات في المعابر البرية بين البلدين خلال استقباله وكيل الامن العام للأمم المتحدة مدبولي يعلن اختيار مصر تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر 2024 في اجتماع برئاسة مصر ووزراء الخارجات العرب يتفقون على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية التسعة مساء بتوقيت القاهرة السلسة بتوقيت جرانج نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان العودة الامنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات اغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور التي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الازمة الراهنة التي يمر بها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في اطار المتابعة المستمرة لعملية اجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية اجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لارض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها اجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد الى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين او الاشقاء السودانيين او في اطار المساعدة في اجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم اضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بضمان العودة الامنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات اغسية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الازمة الراهنة التي يمر بها بالاضافة الى الجهود الحتيسة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للازمة يعيد الامنة والاستقرار للسودان اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مصر اكتسبت خبرة جيدة من صدافة مؤتمر المناخ كوب 27 ما عزز الثقة بقدرة الدولة على صدافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع ميمونة شريف وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابتات حيث اكد مدبولي ان الدولة تعمل بجهود حتيثة منذ وقت طويل لاستضافة تلك النسخة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024 يعد اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي تتويجا للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021 وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ كوب 27 خلال مؤتمر صحفي بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يخدم مليارات من البشر على مستوى العالم لافتا إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا بزيارة إلى العاصمة الإدارية وأبدوا انبهارهم بالبنية التحتية بها أهمية هذا المؤتمر العالمي أن برضو بيحضروا الحقيقة أعداد كبيرة جدا من كل الخبراء المعنين على مستوى العالم وبيبقى فيه تواجد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أيضا وإن شاء الله سيبقى بيتم استضافته في محافظة القاهرة والنهار دا الحقيقة السيدة ميمونة كان في لقاءات متواصلة مع السيد وزير الإسكان والسيد وزير التنمية محلية كانت في الزيارة للعاصمة الإدارية الجديدة والحقيقة أبدت انبهارها الشديد بالمصر قدرت أنها تنفزه في هذا النموذج الناجح لإنشاء المدن الجديدة من جانبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المدير تنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن المؤتمر يعقد في أفريقيا لأول مرة خلال عشرين عاما للمرة الأولى منذ عشرين عاما فيتم عقد هذا الاجتماع في القارة الإفريقية ويتم استضافته في مدينة كبيرة مثل مدينة القاهرة يسكنها تقريبا عشرين مليون شخص لذا هذا المنتدى العالمي كذلك يأتي كنقطة محوارية في عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتدى الإقليمي والعالمي فإن المدن كلها تساعد بعضها البعض وتسرع من عملية تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة موسيقى 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 وفق وزراء الخارجية العرب خلال دورة طريقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري وفق على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري لها مشيرا إلى أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولات الحل العسكري لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا يوجد حل عسكريا لها وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري ولم تلق هذه التحذيرات أزانا صاغية ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية وإستفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وأوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر قد وصلت جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الشقيقة والمبعوث الأممي لتحقيق أهداف إنهاء الصراع السوري شدد شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على أن الاجتماعات العربية الأخيرة بالسعودية والأردن جاءت في إطار تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية وصلت مصر جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية ومما لا شك فيه أن اندمام الجمهورية العربية السورية إلى البيانة الختامة لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النواية وتنفيذ التعاهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية أكد وزير الخارجية سمح شكري خلال مؤتمر صحفي عاقب الاجتماعين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجيات العرب أكد أن الهدف هو تفعيل الدور القيادي للوصول لتسوية سياسية شاملة في سوريا وأضف شكري أنه لا حلا عسكريا في سوريا مشددا على ضرورة تكثيف الجهود العربية لحل الأزمة وتفعيل ما توصلت إليه اجتماعات جد وعمان شهدت الدورة غير العادية على المستوى الوزاري المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا تبدلاً لوجهات النظر حول سبل تفعيل الدور العربي القيادي في حل هذه الأزمة الممتدة وبما يهدف بالأساس إلى تسيير الوصول إلى السوية السياسية شاملة لها تنهي معناة الشعب السوري الشخير وتحفظ وحدة وسلامة وعروبة بلاد اتصاقا مع المرجعيات الدولية للحل وقرار مجلس الأمر رقم 2254 توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة وعلى ضرورة موصلة وتكثيف الجهود العربية الجمعية للإسهام في حلها تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخزة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات الجدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما يهدف إلى معالجة جميع تباعات الأزمة السياسية والإمنية والإنسانية من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن قرار عودة سوريا إلى شغل مقعدها بالجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية المطاف وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجي أسامح شكري أضاف أبو الغيت أن القرار يتضمن إنشاء لجنة متابعة من دول مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والأمين العام مهمتها متابعة تسوية القضية السورية فيما يتعلق بالقرار الخاص بسوريا فبالإضافة إلى الدعوة إلى عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية هو أيضا قرار بينشئ لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق والأمين العام وهي لجنة أيضا مهمتها متابعة تسوية القضية السورية عودة سوريا إلى شغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف بمعنى أن مصار التسوية للأزمة السورية ستأخذ مرحلة من الإجراءات والتدرك فيها ومهمة هذه اللجنة هي متابعة هذه الإجراءات كان وزراء الخارجيات العرب قد عقدوا اجتماعا تشوريا مغلقا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية تهدف الجلسة للتشور والتنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على أجندة الدورة الوزارية غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات ملفات سوريا والسودان والقضية الفلسطينية كما يهدف الاجتماع التشوري لتنسيق المواقف بشأن تلك القضايا والاتفاق على مشاريع القرارات التي ستصدر عن الدورات الوزارية غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القرارات التي تأخذ بالجامعة العربية تؤكد باستمرار على موقف الدول العربية حيال القضية الفلسطينية مشيرا إلى ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى آليات توفر الحماية للشعب الفلسطيني هذه القرارات التي تأخذ في الجامعة هي قرارات تؤكد باستمرار على موقف الجامعة موقف الدول العربية حيال القضية الفلسطينية والقرارات المرتبطة فيها نحن للأسف الشديد نحاول كل جهدنا من أجل إيجاد الآليات المناسبة لكيفية ترجمة هذه القرارات إلى آليات فاعلة تحدث فرقا ملموسا في حياة الإنسان الفلسطيني وتوفر له الحماية وتنقل من حيث هو موجود الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى حيث يجب أن يكون في تقرير المصير وفي الحرية وفي الاستقلال موسيقى موسيقى أكد مجلس جامعة الدول العربية ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤون الداخلية والتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا كما قرر المجلس تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية من كل من مصر والسعودية والأمين العام تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة بهدف التواصل لتسوية الأزمة إضافة إلى بذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن السودان ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في السودان وفي كلمته خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في السودان شدد شكري على حرص مصر على إجراء الاتصالات مع الجهات السودانية والإقليمية والدولية لمساعدة السودان على الخروج من محنته الحالية جدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان وضمان الاتزام به وبما لا يقتصر هدفه على الأغراض الإنسانية وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق كما أؤكد أن دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تدعيات إقليمية يحتم على كافة الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها دولنا العربية أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية بما يكفل العودة إلى الحوار السياسي في السودان وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري ثمن ممثل وزارة الخارجية السودانية حسن صالح الجهود التي تقوم بها مصر قيادة وحكومة وشعبا في استقبال أشقائهم السودانيين نحن نسمي الجهود التي تقوم بها مهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا أولا في استقبال أشقائهم السودانيين وفتح كل المنافذ لهم ثم ننظر بعين الرضا للجهود العربية التي تبزل حاليا لتأكيد وحدة وسيادة السودان وعدم التدخل في جونة الداخلية يتوجه وزير الخارجية سمح شكري غدا للاثنين إلى كل من نجمينيا عاصمة تشاد وجوب عاصمة جنوب السودان وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع الدول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية أوضحت وزارة الخارجية أن شكري يحمل خلال هذه الزيارة رسالة من رئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد وأسالفا كار رئيس جمهورية جنوب السودان شهدت مدينة أبو سنبل بمحافظة أسوان عددا من المبادرات من قبل المواطنين المصريين وذلك خلال استقبال الوافدين السودانيين لتقديم جميع المساعدات الإنسانية والغذائية يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين مع انطلاق عملية إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية شهدت مدينة أبو سنبل بمحافظة أسوان عددا من المبادرات والتكاتف من قبل المواطنين المصريين لاستقبال الوافدين السودانيين وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والغذائية وتوفير الحافلات لنقلهم إلى الواجهات المختلفة أخ بيعامل أخوه وأخ بيعامل أخته وأبني بيعامل أم وأبه مش حاجة غريبة علينا هدول السودانية يعني بالعمل كل ترحابه وكل حبه يعني أي حاجة ياجه عند الزنا عادي فأي بقت مش موضوع أزمة ياباجو عند نزيد السودانية بدون أزمة بيعاما قد نزيدها العادي في لازمة نشيله بأكتر مصر سودان دولة واحد يعني campsنا ننتعاملها معهم زي أي حد المعامل وهم زيه برد المعامل بتاعتهم كويسة ومحترمين مية واحدة ووكل واحد وشرب واحد ووكل شرب وشرب واحد وكل حاجة احنا طول عمرنا اخوان ما فيش بقى حاجة اسمها سوداني ولا حاجة اسمها مصري احنا متعايشين مع بعض يعني زينا زي اي حد يمكن السوداني يواخد حقه اكتر شوية كمان يعني فيه استدفات في بيوت فيه ناس فتحت بيوتها فيه ناس اخفضت بيوت بالكامل لهم يعني فالحمد لله يعني بنجيب الناس نعديها وما بنزعلهمش وأحلى خدمات وكل عاز نريستات بنها في نعمل ريستات يعني ما نزعلهمش يعني لان ما كان برضو احنا السودان ومصر هي بلد واحدة احنا اول ما عرفنا ان فيه ازمة مع اخواننا السودانيين وعرفنا ان فيه مشكلة معاها خدنا سيارتنا وخدنا بعضينا وروحنا نساعد اخواننا علشان ما نسيبهمش في الورطة اللي هو فيها وكل ده بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملحمة انسانية ومبادرات تطوعية جاءت بحالة من الامتنان من قبل المواطنين السودانيين لاشقائهم المصريين على حسن الاستقبال والضيافة مع بداية الاحداث انفعل الشعب المصري غيادة وشعبا في استقبال المواطنين السودانيين فتحوا كل المعابر اصلا كانت مفتوحة للسودانيين فتحوا كل المستشفيات قدموا كل المساعدات قدموا عيادات متنقلة في كل المعابر قدموا واجبات لكل الناس المحتاجين الازعاف كان موجود لكل من احتاج الجهود المصرية المتواصلة خلال الايام السابقة لم تتوقف بمختلف المؤسسات والجمعيات وقيام الهلال الاحمر المصري بتقديم الخدمات اللوجستية والطبية على كافة الاصعضة عبر معبري قسطل وأرقين اشتركوا في القناة التساعة مستمرة وتتابعون فيها وزارة الدفاع الروسية تعلن احراز تقدم عسكري في مناطق بخموت وخيرسون وخاركيف الاوكرانية قال مسؤولون اوكرانيون ان انظمة الدفاع الجوي قد اسقطت عددا من الطائرات المسيّرة من بينها واحدة في المجال الجوي للعاصمة التساعة يأتي ذلك بينما استمرت الانذارات من الضربات الجوية لعدة ساعات صباح اليوم فيما يقرب من ثلثي اراضي اوكرانيا ولم ترد معلومات عن الخسائر او الاضرار المحتملة اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف ان القوات الروسية احرزت تقدما في مناطق بخموت وخيرسون وخاركيف الاوكرانية بجانب احباط هجمات اوكرانية في ايفانوفو الروسية وزابوريجيا الاوكرانية اوضح كوناشينكوف ان الوحدات الهجومية الروسية قد وصلت التقدم في منطقة دوناتسك وقد استولت على عدد من الاحياء من مدينة بخموت واضف ايضا ان الطائرات التكتيكية والمدفعية والقوات البرية الروسية استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة في منطقة دوناتسك مشيرا الى ان الطائرات الحربية الروسية قد اجرت اربع طلعات جوية في المنطقة خلال 24 ساعة الماضية بينما نفذت وحدات المدفعية 64 مهمة هجومية لافتا الى ان القوات المحمولة جوى تواصل مساعدة الوحدات المهاجمة في جهودها للسيطرة على المدينة اعلنت تهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية ان قواتها قد تصدت لخمسين هجوما من قبل الجيش الروسي الذي يواصل تركيز جهوده الرئيسية على اتجاهات ليمان وبخموت وابدافكا ومارينكا في المقابل شنت القوات الجوية الاوكرانية سبع غارات على مجموعة من الافراد والمعدات العسكرية الروسية وضربة واحدة على نظام صاروخي مضاد للطائرات خلال الاربع ورشين ساعة الماضية قالت وزارة الخارجية الروسية ان اوكرانيا ودولا غربية تدعمها وبخاصة الولايات المتحدة مسؤولة عن انفجار سيارة كاتب من اشد المؤيدين لحملة موسكو العسكرية في اوكرانيا اصيب الكاتب الروسي في هذا الانفجار الذي اودى بحياة سائقه فيما قال المحاققون ان مشتبها به قد اعتقل واعترف بفعل ذلك نيابة عن اوكرانيا لم تمر سوى ثلاثة ايام على استهداف مبنى الرئاسة الروسية الكريملين حتى اصيب كاتب روسي من اشد المؤيدين لحملة موسكو العسكرية في اوكرانيا في انفجار سيارة القت روسيا باللائمة فيه على اوكرانيا والغرب الانفجار الذي اسفر ايضا عن مقتل سائق الكاتب وقع في وقت تتعرض فيه روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيارة وهجمات من غير ان تتضح الجهة المسؤولة عنها لجنة التحقيقات الروسية اصدرت بيانا تقول فيه ان المحاققين يستجوبون مشتبها به يدعى الكساندر بيرمياكوف فيما افاد محاققون روس ان المشتبه به قال خلال استجوابه انه تحرك بناء على تعليمات الاجهزة الاوكرانية الخاصة الى ذلك اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا اوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الاطلنطية بالوقوف خلف هذا العمل الذي وصفته بالارهابي ولا يعد الكاتب الروسي الذي استهدفه الانفجار اول شخصية مؤيدة للحرب على اوكرانيا يستهدفها اعتداء ففي مطلع ابريل الماضي قتل مدون عسكري مؤيد للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في انفجار وقع بمقهى في سانت بيترسبورغ وفي اواخر اغسطس من العام الماضي قتلت ابنة مفكر قريب من الكريملين في انفجار سيارتها في موسكو افادت وسائل اعلام روسية واوكرانيا بوقوع انفجارات في عدة اماكن في انحاء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وذلك في عام 2014 وذكرت وسائل الاعلام الروسية ان اوكرانيا ارسلت سلسلة من الطائرات المسيرة الى شبه جزيرة القرم وان الدفاعات الجوية الروسية اسقطت وحدة على الاقل فوق ميناء سيفستبول قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة ان الوضع حول محطة زابوريجيا نووية في اوكرانيا اصبح خطيرا كانت القوة الروسية قد سيطرت على المحطة بعد ايام من بدء العملية العسكرية في فبراير 2022 وتكرر تبادل اطلاق النيران بالقرب من المحطة مع القاء كل طرف اللوم على الآخر لا يزال الخطر يشاع من محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في اوكرانيا وسط تحذيرات من كارثة محتملة تشبه تلك الوقع في عام 1986 في تشيرنوبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي حذر من وضع بالغ الخطورة يحيط باكبر محطة للطاقة النووية في اوروبا حيث اثار اجلاء روسيا للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من زابوريجيا مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة وكانت الوكالة قد اعربت مرارا عن قلقها بشأن سلامة المحطة التي تحوي ستة مفاعلات منذ استيلاء روسيا عليها وذلك لوقوعها على خط المواجهة وامرت روسيا الأسبوع الماضي الأسرة التي تضم أطفالا أو مسنين بمغادرة بلدة انيرهودار القريبة من المحطة مؤقتا مبررة ذلك بالقصف المتزايد من الجانب الأوكراني وفي حين لا يزال موظف المحطة في مواقعهم تلقى خبراء الوكالة الدولية معلومات بأن الإجلاء المعلن للسكان من بلدة انيرهودار القريبة حيث يعيش معظم الموظفين قد بدأ وأنهم يراقبون الوضع عن كثب بحثا عن أي تأثير محتمل على الأمن والسلامة النوويين ويشكل إخلاء انيرهودار جزءا من أمر يشمل 18 موقع آخر على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا في حين تستعد أوكرانيا لشن هجوم على القوات الروسية منذ شهور ويرى بعض المحللين أن الإجلاءات الجارية علامة على أنها أصبحت وشيكة قال حاكم منطقة بلغورود الروسية التي تقع على الحدود الأوكرانية إن قصفا أوكرانيا للمنطقة قد ألحق أدرارا بخط لأنبيب الغاز وخطوط الكهرباء تعد منطقة بلغورود واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا تعرضت أهداف بها مثل مخازن وقود وذخيرة لانفجارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ولا تعلن كييف أبدا مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا لكنها قالت في الأوينة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية بمثابة استعداد لهجوم بري مزمع قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين إن روسيا لا تزال غير راضية عن كيفية حل مشكلة صادراتها الزراعية في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية كان الكراملين قد أعلن أن رئيس فلاديمير بوتن لم يرد بعد على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن كيفية تمديد وتحسين الإنفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027 وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص وارتكازا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر كوب 27 للمناخ والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات وذلك لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصصها والحد من أثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال وتعزيز قدرة مصر على المنافسة وتسعى الاستراتيجية القطرية الجديدة إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي وكذا المؤسسات التمولية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة ودعم السياسات والبرامج الإصلاحية التي تتبنها الحكومة المصرية خلال كلمتي في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي أعرب مدبولي عن تطلعه لتطوير وتطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري نحو التحاول الأخضر حرست على مشاركتكم اليوم في حدث إطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة ما بين 2023 إلى 2027 كأحدث أطر التعاون بيننا والتي تتسم دائما بالشفافية والفاعلية والمسئولية المشتركة وإنني هنا أثمن الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى المؤسسات التمويلية الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة ودعم السياسات والبرامج الإصلاحية التي تتبنيها الحكومة المصرية وكما استمعت اليوم من السادة الأفاضل الذي نتحدثه فإنني أتطلع لتطوير وتطبيق هذا التعاون بالشكل الذي يتصق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر والربط بين التنمية وعمل المناخ عبر التنمية الصناعية والزراعية الشاملة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الريف المصري وهو ما سيوفر بدوره أساسا قويا لمزيد من الانخراط والاندماج لشركائنا من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري أكد نايب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج أن الإطار الجديد للشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي يمثل إشارة قوية من طرف مجموعة البنك الدولي إلى الثقة الموجودة في الاقتصاد المصري وقال بالحاج أن هذا الإطار التشاركي له عدة أركان منها موضوع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص مشيرا لأن ذلك يتماشى مع نهج الحكومة المصرية وأن مجموعة البنك الدولي تدعم هذا النهج إطار الشراكة هام لأنه يعطي رسالة قوية للعالم للأسواق لكل الشركاء مصر بأن البنك الدولي ومصر دخلوا في شراكة مبنية على الثقة ثقة في إمكانات مصر للدخول في طور جديد من التنمية الاقتصادية وثقة في إمكانات مصر لتحدي كل المشاكل الموجودة اليوم والتي هي مشاكل على الأسف على المستوى العالمي بحث مجلس الشيوخ في جلسته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من مشروعات القوانين والقرارات وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين جلسته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تضمنت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين هذا وفتح رئيس مجلس الشيوخ الباب أمام النواب للتعبير عن رأيهم في تقرير اللجنة وقد أشار التقرير في بابه الأول لتاريخ النقابات المهنوية وملامح الدستورية والقانونية حيث أن عملية صنع القرار لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي محصلة تفاعل عدة مؤسرات داخلية وخارجية إلى جانب نشاط الأفراد والمصالح والمؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دولية إقليمية وعالمية تندرج في مبنوعها تحت ما يسمى منظمات المجتمع الملي وهي منظمات لها تشكيلات عديدة مثل النقابات العمالية والمهنية والتحدات أصحاب الأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من التنظيمات إشادة واجبة للسادة الأعضاء الأجلاء معدي هذا التقرير الذي تناول بالبحث والدرس التشريع الذي ينظم واحدة من أهم النقابات المهنية في مصر نظرا لتعداد أعضائها وأيضا اتساع الموضوعات التي من المفترض أن تهتم بها وعقب مناقشات النواب تقرر إعادة التقرير حول دراسة الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين لللجنة المختصة لإضافة بعض التعديلات عليه بناء على طلب الحكومة ومن ثم إعادة مناقشته في جلسة قادمة والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال متابعها مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا ريهام الديب وشكرا يوسف عبدين أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحسام هيبة مع رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات مصر جون سودونج لبحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد أن تعاون بين الجانبين أصفر عن نجاح الشركة في تلبية احتياجات السوقين المحلية والخارجية حيث تجاوزت مبيعات الشركة حاجز المليار وثلاثمائة مليون دولار وأصبحت المصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا يصلث الضوء على تحقيق الصادرات المصرية لتفرة غير مسبوقة على مدار ثماني سنوات باعتبار تصدير محرك لقاطرة التنمية والبناء التقرير أظهر التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية في تنقل توقع وكالة فيتش للتصنيف الاتماني أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض الواردات ووفقا للتقرير فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق لتأتي في المركز الثاني والثمانين عام 2023 مقارنة بالمركز السادس والتسعين عام 2013 يأتي هذا بينما كشف التقرير عن زيادة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية والتي سجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 27.6 مليار دولار في عام 2014 قالت رابطة الأوروبية لوسائل النقل الكهربائية إن عدد المحطات الكهربائية في فرنسا وصل لأكثر من 100 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية بداية من العام الحالي أضفت رابطة أن فرنسا تستهدف بحلول عام 2030 أن يرتفع عدد محطات الشحن العامة في البلاد إلى 400 ألف محطة فيما تكتفي ألمانيا حتى الآن بنحو 70 ألف نقطة شحنة وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نقتدي الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة تساعة ونعود الاستكمال ما تبقى فيها مع يوسف وريهم شكرا لك مصطفى تعمل كهوف الملح في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على تنشيط الدورة الدموية وتساعد أيضا على علاج الجيوب الأنفية من خلال استنشاق الهواء كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية كهف الملح بالخارجة بالوادي الجديد سياحة علاجية للتخلص من الطاقة السلبية كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفقاج من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي في الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والتي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائية تم بناؤها وفق مواصفات ودراسات وتصميمات هندسية معينة والملح الصخري الذي نستخدمه يتم جلبه من الصحراء الغربية كاف الملح ده اكتشاف عالم أجنبي اكتشفوا لما لقى أن العمال في مناجم الملح عندهم الطاقة السلبية وليلة جدا والطاقة الإيجابية عالية لقى نسبة الملح عندهم كبير فاتضح أن الملح اليود الصخري هو سبب من أسباب رفع المناعة ورفع الطاقة الإيجابية بدأنا فعلا نشتغل على السياحة الاستشفائية خلال فترة الصيف الكهف طبعا عند ليه فترة زمنية وليلة بس الحمد لله رب العالمين لاقى يعني إعجاب بعض سواء كان أجانب أو مصريين فدلوقتي بيئ من ضمن المنظومة أو من البرامج اللي موجودة عندنا كهف الملح سياحة علاجية للتخلص من الطاقة السلبية وعلاج للأمراض الجلدية والتنفسية من خلال الجلوس في كهف الملح وهي طريقة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر حيث لاحظ طبيب بولندي انخفاض نسبة الأمراض التنفسية لدى العاملين بمنجم الملح وفكرة ظريفة جدا بتشير الطاقة السلبية وملح غاني باليود ففكرة تستحق التجربة كهف الملح ده علاج عضوي لمشاكل العظم وأمراض الجلد ولعل أهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية ما يساعد في علاج الأمراض التنفسية والنفسية والعصبية وكذا أمراض القولون والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والرب وغيرها من الأمراض الصدرية مدة الجلسة 45 دقيقة أول 10 دقايق إحنا بنعمل مساج على الظهر والكتف والرقبة بالزيوت طبعا كل حاجة طبيعية وبعدين عمك الملح عندنا 50 سنتي بنعمل حفرة وبندفل نصر جنينا في الملح لأنه هو عامل أساسي لأنه هو بيعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم الإنسان الكهف مبطن داخليا بالملح الصخري الملح ده بيحتوي على 84 عنصر من عناصر الطبيعة أهمهم عنصر اليود عنصر اليود اللي موجودة عندي في الغرفة هنا بيساوي 7 أضعاف نسبة عنصر اليود اللي موجودة في مية البحر اللي هي بتظهر من بعد أدان الفجر لحد قبل شروق الشمس لأن بعد شروق الشمس اليود بيتبدد بفعل الضق والحرارة كهوف الملح تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتساعد على علاج الجيوب الأنفية من خلال الاستنشاق الهواء كما أن كهوف الملح تخفف من التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحي خلال الجلسة العلاجية والتي تستمر من الثلاثين إلى خمسة وأربعين دقيقة في الجلسة الواحدة ونتحول الآن في نشرة التاسعة لأهم أنباء رياضة الجولة الراضية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى ميزار شكرا من جديد يوسف وشكرا من ريهاد أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في محطة ثانية وجولة أخرى نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محلية وعالمية توجه الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد فوزي على الزمالك بنتيجة 27-24 في المباراة التي جمعتهم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما على الزمالك بنتيجة 14-9 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه ويتهل بذلك إلى بطولة كأس العالم للأندية تهل سموحة إلى الدور 16 من بطولة كأس مرس بعد تغلبه على الأجيبت بهدفين مقابل هدف في الدور 32 من المصابقة وبتلك النتيجة ينتظر سموحة الفائز من لقاء الإسماعيل والنجوم لمواجهته في دور 16 في هذا الإطار ساعد الداخلية إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر بعد فوز على أسوان بدربات الترجيح بواقع أربع ركلات مقابل ثلاث وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة والإضافة أيضا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ليلجأ بعدها الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمت لصالح الداخلية فاز أرسنل على مضيف نيو كاسل يونيتيت بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من الدولة الإنجليزية لكرة القدم بهذا الانتصار رفع أرسنل رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ديو كاسل عند 65 نقطة في المركز الثالث سريعا مشاهدين الكرام تاتهد الجولة في أخبار الكرة والملاعب ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع الزملاء يوسف ورها شكرا مصطفى احتفلت أستراليا ونيوزيلندا بتدويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بإطلاق 21 طلقة مدفعية في عاصمتيهما وذلك بعد مشاركة زعيمي البلدين في مراسم التدويج الملك تشارلز هو رئيس الدولة في أستراليا ونيوزيلندا و 12 دولة أخرى من دول الكومنوالث خارج المملكة المتحدة لكنه منصب شرفي إلى حد كبير كما نظمت الدولتان فعليات الاحتفالية بمناسبة التدويج الملكة المتحدة ونتحول لأهمي أنباء الطقس في نشرة التاسعة إلى مصطفى ميزار وأخبار الطقس شكرا يوسف شكرا ريها أهلا بكم مشاهدين كرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة وأحوال الطقس المتقع غدا بإذن الله يتوقع خبراء هيط الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الواجب البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتاد الليلا على أغلب الأنحاء وفيما يلي مشاهدين الكرام بينا بدرجات الحرارة المتقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 17 درجة وفيها الجو حار في الأسكندرية 23 16 وفيها الجو أيضا حار في مطروح 22 15 فيها الجو مائل للحرارة في برسعيد أيضا 22 17 الجو فيها أيضا مائل للحرارة في الإسماعيلية 28 18 الجو فيها حار أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة والصغرى 17 درجة وفيها الجو حار وفي العريش 21 17 فيها الجو مائل للحرارة في طابة 28 20 الجو فيها حار في شرم الشيخ 30 21 وفيها الجو حار في الغردقة 30 21 وفيها أيضا الجو حار أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 32 درجة والصغرى 20 درجة وفيها الجو حار في أسوان 33-21 الجو فيها حار في الوادي الجديد 31-21 وفيها أيضاً الجو حار في شالتين 31-22 حار وأخيراً في حلايب 28-20 وفيها الجو حار والآن مشاهدي الكرام نستعرض ومحضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الآن مشاهدي الكرام نترك حضرتكم مع هذه اللقطة اللقطة الأبرز لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى انتهت أخبرنا وهذه تذكرة بالعناوية الرئيس السيسي يوجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وتوفير ما يلزم من خدمات في المعابر البرية بين البلدين خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مدبولي يعلن اختيار مصر لتنظيم المنتدى الحضاري العالمي في نوفمبر 2024 في اجتماع برئاسة مصر وزراء الخارجية العرب يتفقون على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسين